السودان طلب اليوم الاثنين رسمياً وساطة ربعية حيث أبلغ واتصل وطلب السودان عبر رئيس وزرائه الدكتور عبدالله الحمدوك اتصل بي وزير الخارجية الأمريكي طالباً وساطة أمريكي اتصل بي الأمين العام للأمم المتحدة طالباً ضم الأمم المتحدة للربعية اتصل بالمسؤول عن العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي طالباً وجود الاتحاد الأوروبي اتصل بي رئيس الاتحاد الأفريقي لكي يكون هناك ربعية دولية الاتحاد الأفريقي الأمم المتحدة الاتحاد الأوروبي بمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية ليكونوا شركاء ومنسقين في المفاوضات القادمة بين مصر والسودان وأثيوبيا رغم رفض أثيوبيا المبدأي لهذا الاقتراح إلا أن السودان مضى في طريقه مدعوماً بموافقة وتأييد مصري تام ومتطابق معها في وجهات النظر والنهاردة تم إرسال الطلبات بشكل رسمي إلى الجهات الأربعة طبعاً السودان بيقول بشكل واضح إحنا عايزين هذه الربعية في المسائل الخلافية خاصة إلزامية الاتفاق وآلية حل النزاعات والقضايا الفنية الخاصة بالجفاف والجفاف المتد وشرحناها فنياً قبل كده كتير جداً قال السودان بيختصر من الموضوع وإحنا مع السودان لكن طلب السودان بدقة وبحدة عدم الزج بفتنة تقاسم المياه في المحادثات المحادثات دي مش بتاعة تقاسم المياه إحنا بنتكلم على سد النهضة بناءه الأثار بتاعته الجفاف الملء الإلزامية في الاتفاق كل ده هو ده محور المفاوضات التي فشلت والتي يرغب كل الأطراف في إعادتها مرة أخرى على قواعد جديدة بمشاركة الربعية الدولية طبعاً ده النهاردة الاثنين تم إرسال هذا الطلب النهاردة في تزامن مع هذا الطلب علقت الخارجية الأمريكية عن طريق المتحدة باسمها في إفادات صحفية النهاردة الاثنين برضو من شوية قالوا إن واشنطن تدعم جهود حل خلاف سد النهضة بين التولي الثلاثة وقالوا سنواصل ضمان نهجة أمريكي متوازن تجاه القضايا المتعلقة بسد النهضة وقالوا نشجع استئناف الحوار حول سد النهضة وسنساعد بالتواصل لحل وقالوا ندعم جهود حل الخلاف حول سد النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان الخارجية الأمريكية قالت نتفهم كلام مهم جدا حقيقة نتفهم أن السد يمثل قضية رئيسية لأطراف الثلاثة للمضي قدما وسنشجع على استئناف الحوار المثمر وقالوا سنساعد في تحقيق نتائج بناءة وتخفيف التوترات في المنطقة ونواصل ضمان نهج أمريكي متوازن تجاه القضايا المتعلقة بسد النهضة أفلح الأمريكان إن صدقوا